بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله وبعد قلنا بقى لنا من القصة أشياء مهمة النجاشي رحمه الله تعالى ورضي عنه جاءوا إليه مرة أخرى ودخل عليه عمر بن العاص وعمار بن الوليد بمكيدة جديدة مع أن عمارة ما كان متفق مع عمر بالكامل ما كان متفق معه اتفاق كامل قال له يا أخي ذيل في النهاية هم أبناء عمومتنا وما في داعي قال لتم كربون تاني من جديد فأصر عمر فلما دخلوا عليه قالوا له أيها الملك أتدري ما يقول هؤلاء في عيسى بن مريم أنت عارف ذيل بقولوا شنو في عيسى بن مريم فقال وما يقولون قالوا قال له عمر يقولون إنه عبد وليس ابن الله بالله يشوف الأخوانا الكلام ده كيف مع إنه عمر هو ذاته ما بيعتقد إنه شنو ها إنه عيسى بن الله هو ما بيعتقده لكن بيعرف الحاجة اللي في ظنه آنذاك ممكن تألب النجاش على منه على الصحابة فالنجاش لسه ما شبه قاعدته إنه يسمع من الطرفين قال ما تقولون في عيسى بن مريم في وقت زيداء ها إنت لو زل رحيف في دينك ممكن تشوف لك كلمات كده خارجك صح تقول لك كلمات كده ظريفات ها حاجة في النص ما يفهم ذاته إنه شنو لا حاجة وباطل تلفيق لك كلام في النص كده تخده عشان تمرقك لأنه دي ده خلاص ها ده الفيصل قل بينك وبينه وإنت ما عارف النجاش اعتقاده شنو وإنت مستضعف وأهلك قلبين عليك ممكن تشوف لك كلام كده تتخارج به جعفر المعاو من الصحابة قالوا له ما هذا نقول قال والله أقول ما جاء في ديننا أجاء في ديننا نانا بقول أصو لا بزيد لا بنجس فقال له النجاشي ها ماذا تقولون في عيسى بن مريم قال نقول هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه روح منه روح منه نفقه الله تعالى في مريم البتول قال له وهل عندكم من قرآنكم شيء قال له أتأذن لي في تلاوته بتأذن لي يتلو قرآن قال له أتلو فتلى عليه الآيات من صدر صورة مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فقرأ عليه الآيات لحد ما جاء عند قوله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قال له ما اتكلموا معاوه فأشارت إليه قال إني عبد الله أول كلمة قال عيسى بن مريم الكلام دا الليلة اللي اسمعوا الناس البدافة عن النصارى وابدابوا عن اليهود ودارنا نحن نرجع على يدينا النصارى تاني أول كلمة قال لهم شنو قال لهم إني عبد الله وهو صدير في المهد إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا أول كلمات قال عيسى بن مريم عليه السلام الليلة الليلة بقولوا مسيحيين ودارنا نحن نحترف فيهم بيقبلوا بالكلام دا؟ دا بيقبلوا به ما بيقبلوا به ودارنا نحن نحترف فيهم وقول لك دي هديان معتبرة كلها ما معتبرة ولي حاجة المعتبرة للإسلام بس نحن نشوف دين ندبة من جامل فيه ولا ناس بتاعين سياسة عشان نجي نقول لك الليلة والله النصارى كويسين ونحن قريبين منهم وبكرة لا لا نصارى ديك لا 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 نحن ديننا واحد وما عندنا شغلة بتاع السياسة أقوال بتاع السياسيين دي ما في دين واحد شوف النجاشي كلامه الراوي قال أما البطارقة فبكوا حتى بل دموعهم الكتب قعدوا يبكوا لما نقروا الكلام دا علين قال وأما النجاشي فبل لحيته من البكاء بقى يبكي قال لجعفر ومن معه من الصحابة وأخذ عودا من الأرض قال لي والله ما زاد نبيكم على ما جاء في الإنجيل مثل هذا ما زاد علوقة درد يهول في الإنجيل زاته قال لهم وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال لهم ولولا أن ما فيه أنا من الملك الآن لو ما الملك ها وبرنامجي الماسك والرعية تحتي قال لكنت أنا الذي أذهب إلى محمد فأحملني عليه كان ممشي بشيلني علاته أنا شوف بالله إنت لما تبقى قوي في دينك المخالف لك ذاته برجع لما إنت تبقى ثابت في دينك لكن تبقى إنت تخلي دينك ذاته ها كل ما يضغطونا نحن نخلي شوف نحن ديننا ما بنخلي إن شاء الله خيين ديننا ما بنخليه وسامعين تهديدات كتيرة ها وسامعين كلام كتير ومعركة كبيرة جدا محاكة ضد الدعاة اللي وقفوا ضد القرارات الجائرة العملاء اللي اسمه القرائي وفي المناهج وسامعين كلام كتير جدا ومؤامرة ضد الدعاة لكن ربنا معاكم بقول لكم أرمي قدام أي زول بصدع بالحق أرمي قدام ربنا معاكم والله ما في زول بيعمل حاجة بعد دا قال ليك يا أخي النجاش بعد ما قال الكلام دا قالوا انقلب عليه الأحباش انقلبوا عليه كلهم لحد ما شعروا بالخطر قالت أنه سلمة رضي الله عنها فجاءنا النجاشي فقال دعوني أكلم الأحباش اتمع جوم الصباح لماهم وقفوا صفين قال لهم ما تقولوا في سيرتي فيكم قالوا خير سيرة كويس ما تقولوا فيا قالوا أنت خير مليك وما تنقمون علي طيب مشكلتكم ما عايشنه قالوا له قلت إن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وهو ابن الله قال لهم أفتحوا الإنجيل كلامين أخلوا أفتحوا الإنجيل كتابكم انتو قالوا فوجدوا الكلام هو كلام النجاشي فرضوا عنه قالت أم سلمة فقام الأحباش فقام رجل آخر من غير الأحباش فهجم على النصارى والأحباش بالجيوش جايهم عبر النيل النيل بتاعنا ذاته في أول هناك النجاشي أعد لهم سفينة ركبهم فيها للصحابة دي لأنه مؤمن معهم قال لهم أركبوا في السفينة دي انتو آمنين مستخرين لو أنا انتصرت على الزولد أرجعوا ولو هو انتصر علي أركبوا سفينتكم وهمشوا هالكو لأنه خاف عليهم قالت أم سلمة فبعثنا أحدنا وهو الزبير ابن العوام وكان صغيرا الوقت داك صغير قلنا لو أمسي جيب لينا أخبار المعركة بيناتهم فنفقنا له قربة نفخوا له قربة كبيرة بتاع الجلد نفخوه هو قالوا ورقد عليها وعبر النهر النيل حقا ندزاته عبره قطع بهناك شانمسي يحضر شوف المعركة اللي بيحصل كويس قالت أم سلمة وصرنا ندعو بالنصر للنجاشي داي الصحابة وبيدعو ليه ادعو بالنصر للنجاشي قالت فجاءنا الزبير بعد ذلك اليوم يصيح من بعيد يرفع رداءه يصيح من بعيد قال ليهم لقد نصر الله النجاشي وأهلك عدوه ربنا نصر عليه رجع النجاشي وحكم حتى مات ويوم اللي مات نعاو النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة جاء الخبر بالوحي نعاه قال لقد مات اليوم رجل صالح أصحم صاحب الحبشة قموا فصلوا عليه فركع عليه أربع ركعات صلاة الجنازة على الغائب وما صلى إلا على النجاشي رحمه الله تعالى الفائدة من الكلام ده كله أثبت على دينك والهرطقات اللي بتسمعه والحروب اللي حوالينك ها دي دلالة على إنه إنت ماشي صح وماشي على دينك عديل والله تثبت على الدين الحق تمام اللي بدفرك ما برميك والدنيا ده كله ما بيسولك حاجة عشان كده نحن الحمد لله مطمئنين الكلام القناو في القراء وفي غيره ده دين لله ما عندنا غرض سياسي من وراءه ده دين لله ولو رجعوا تاني حنقول نفس الكلام ولو وضعت المشانق أمام رقابنا لو خطوا قدام رقابنا حنقول الكلام ده تاني لأنه ده دين بنعبد بو ربنا نحن ما عندنا شغل بحملة سياسية ولا حكومة ولا معارضة ولا مطلعين الناس الشارع ولدن نعمل ثورة ولا نحن دارين حكومة ما عندنا شغل مع هذا كله لكن ديننا ده والله ابنا تكلم ونقول الحق البيحة اللي حيو والبيموت اللي موت ده حق ربنا بنأديه أي زول عنده معنا كلام كويس اللي دين احنا ما عندنا مشكلة يا خنا في مسجد هذا هنا ومسجدنا ده الحمد لله من المساجد الفريدة مفتوح لأي حد أي زول دار يعمل نصيحة في المسجد ده الخمسة صلوات في السبعة أيام في الأسبوع تعال اتكلم قول ما عندك ما عندك في المسجد ده جدام زول حصل يوم المكرافون ده ما سكنا من زول ما حصل أي زول دار يجي يقدم خير للمسلمين يجي يتكلم لو قلت باطل نحن بنجي بالرد عليك أنا في يوم جمعة ده بصلي الجمعة انتهيت عندي تعقيب بعقب ما عندي تعقيب لو في أي زول أنا قلت لي حاجة في كلامي ده ما صح ايجي يستلم المايك ده ويكلم المسلمين عنه فيني أنا بشر ما معصوم أنا بشر ما معصوم ممكن أقول لي حديث غلط ممكن أقول لي آية غلط ممكن أعلم المسلمين ده الكلام غلط ايجي أي زول من حقه يصوبني في الكلام اللي أنا بقوله طوالي لكن لو جاي تعمل المسجد مسرح بتاع الصعراضات ده ما بينفع المسجد ده لله وده بيت الله ما بيت أنا ولا بيت واحد من أعمامنا أهل الحي هنا ولا حق زول مننا نعم ده اللوم الأحقية أهل الحي لجنة المسجد بنظموا أموره بنرتبوها أنا زاتي في النهاية بجيبوني هم وهم البدوني يعني الحاصل وروني المشاكل النعالجة وكله لكن في النهاية المسجد ده لله ده بيت ربنا ده ما حق حد لو أي زول عنده كلام والله على العين والرأس يجي يقوله بالميكرافون وقدام الناس قلوا يا ريت أكون أنا قاعد كمان أكون أنا قاعد وقدامي يقول لا يا الشيخ انت غلطت في النقطة الفلانية والفلانية مرحب مرحب والله على الرحب والسعة لو غلطان أقول قدام الناس أنا غلطان أستغفر الله وأتوب إليه واعتذر للناس كلهم الصغير والكبير ولو أنا قلت الحد أنت ما عندك تاني أي طريقة تعترض عليه ولا تمشي تعمل نسات بيتحي تحيي لأنه دي ما بتنفع الراجل بيواجه ويقول الكلام عديل ونحن السودانين إذا علمنا على هذا وده اللي قمنا عليه الراجل بيقول كلامه قدام الرجال لم تتكلم بيوراه خايف أنا أرود عليك صح في ناس أخبار زي دي كلها عندي يا أخواننا الحمد لله مسجدنا مؤدي رسالته ونحن مدعملين معه بالكتاب والسنة وجزاكم الله خير أخواننا في لينة المسجد مهيئين أي حاجة وما وقفوا قدام زول والله والله ما وقفوا قدام زول الدعوة ماشية تمام ويزول داري قدم الخير الباب مفتوح له جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله